بينما كنت اتصفح انستغرام ظهر لي هذا المقطع الذي فيه عدة اختيارات سريعة والمطلوب منا هو ايقاف الشاشة والاختيار الذي يظهر لنا نضيفه الى الرسمة وهذه هي الاختيارات التي ظهرت معي عند ايقاف الشاشة بشرة سمراء عيون ذيقة تعابير الوجه يعني حادة الشعر هكذا الندوب كذلك كما ترونها والملابس عبارة عن سترة كيف ستكون الرسمة عند دمج كل هذه الاختيارات تابعوا لتعرفوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم كما رأيتم في المقدمة هو عبارة عن تحدي او فعالية يعني تلك الاختيارات السريعة التي اريتكم اياها في البداية والاختيارات التي ظهرت من لي اريتكم اياها كذلك سوف ادمجوها الان في هذه الرسمة في البداية لم تكن نتيجة الرسمة جميلة يعني التخطيط المبدئي الاولي لها لم يعجبني ابدا فاعدت الرسمة من جديد وكانت تلك يعني السكتش النهائي ايه اوكي بالنسبة للفعالية او هذا التحدي ليست اول تجربة له يعني هذه الثاني تجربة التجربة الاولى كما ترون هي في الشاشة هذا التحدي جدا ممتع واعجبني كثيرا جربته للمرة الاولى رغم ان الرسمة لم تعجبني كثيرا لكن اعدت تجربة هذه الفعالية مرة ثانية وهذه هي رسمة التجربة الثانية الان فلنتحدث عن الرسم الرقمي هناك الكثير من المتابعين الذين يقولون لي كيف اتعلم رسم الرقمي يعجبني رسم الرقمي كيف يمكن ان ابدأ اولا يجب ان يكون لديك تطبيق للرسم الرقمي يعني تستطيع ان ترسم في الهاتف عادي مثل انا استعمل تطبيق يعني استعمله منذ ان كنت مبتدئة تقريبا فيعمل في الهاتف عادي وارسم باصبعي عادي كبداية يعني فان شاء الله عندما تكون لدي القدرة سوف اشتري طابلت وقلم رقمي للرسم يعني هذا افضل فكبداية كما قلت لكم تستطيعون البدء بالهاتف والرسم عادي باسباعكم سوف يكون الامر سهلا لو كنتم يعني كانت لديكم مهارة الرسم من قبل يعني في الرسم الورقي وطبعا عند تحميل التطبيق يجب ان تعرف كيفية استخدام ادواته او ما عمل ادواته يعني نزلت فيديو عن شرح ادوات ابس بينت اكس وان شاء الله سوف اواصل في تنزل فيديوهات شرح ادواته ادواته تتحدث يعني باستمرار في تحديث مستمر سوف ننزل المزيد من الفيديوهات في المستقبل القريب اشرح فيه كيفية استعمال هذا التطبيق وطبعا كاي بداية سوف يكون الامر صعبا في البداية اي بداية هكذا لكن بالاستمرار سوف يعني يصبح تصبحون اسرع في استعمال التطبيق وسوف تكون لديكم خبرة في استعمال ادواته وهو تطبيق سهل الاستعمال ادواته كلها تساعد على الرسم الرقمي لذا انصحكم جدا باستعماله والبدء به مراحل الرسم الرقمي نفسها مثل الورقي يعني تبدأ بالاساسيات يعني المخطط ثم السكتش يعني كيفة يكون الشكل الرسمة بعدها التحبير ثم التلوين الاختلاف الوحيد بينهما يكمن في التأثيرات انظروا الى الرسمة هذه نتيجتها بعد اضافة التأثيرات قمت بتنزيل عدد من الفيديوهات الخاصة بتعليم الرسم الرقمي للمبتدئين قمت بتنزيل كيفية رسم الوجه كيفية رسم الشعر كيفية تلوين الشعر وغيرها من الفيديوهات ستجدونها جميعها في سلسلة تعليم الرسم الرقمي للمبتدئين يعني تذهبون الى قوائم بتشغيل القناة ثم تبحثون عنها ستجدونها وستنفعكم بإذن الله في تعلم الرسم الرقمي سأترك لكم رابط السلسلة في صندوق الوصف وكذلك ان شاء الله سأستمر في وضع فيديوهات اكثر لتعليم الرسم الرقمي بالنسبة للمصادر التي تنفعكم في تعلم الرسم الرقمي هناك اليوتيوب يعني انا اضع فيديوهات تعليمية للرسم الرقمي وهناك الكثير من الرسامين الاخرين مثل الحساب الرسمي لإيبيس باينت اكس على اليوتيوب وكذلك بانترست مثلا حسابي في بانترست انزل فيه باستات تعليمية للتلوين الرقمي مثل هذه التي ترونها على الشاشة وكذلك هناك بحوثات خاصة تقومون بكتابتها كي يعني تظهر لكم نتائج بحث تفيدكم في تعلم الرسم الرقمي ان شاء الله سأخصص فيديو لبحثات بانترست التي تفيدكم في تعلم الرسم الرقمي حتى تطبيق انستغرام جدا سيفيدكم في تعلم الرسم الرقمي لانه فيه الحساب الرسمي لإيبيس باينت اكس وكذلك عدة حسابات اخرى تفيدكم في تعلم الرسم الرقمي وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اتمنى ان يكون قدنا على اعجابكم لا تستوى ضغط على زر الاعجاب واخبروني برأيكم في الرسمة في التعليقات الى المنتقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة